قراءة في أهم الأحداث الجهوية والوطنية والعالمية مع عبستام شقير كل يوم جمعا من 10 نصر نهار في اكسي دو فيتس نعود من جديد مستمعين الكرام ونستقبلوا معنا في البلاتو الأستاذة فتحية بن حسن أستاذة عربية مرحبا مدام فتحية مرحبا بك شكرا سعيد جدا باستضافتك اليوم في أول لقاء إعلامي شكرا لك برك الله فيك على هذه اللفتة الكريمة وشكرا لإذاعة ربطة في يعيشك حبيتها أوماج لكينتي والكل الإطار التربوي اللي مريت به اللي مرينا به جنرازيون بتاعنا حبيت كيف كيف تكريم رمزي واعتباري لكينتي أستاذة فاضلة حاببتنا في الأدب حاببتنا في القراءة بصفة عامة يعطيك صحة مدام فتحية ساعة قبل ما مبدأوا الحوار معناها بصمة كبيرة جدا في العربية وفي الأدب مدام بن حسن في يعطيك الصحة عبسلام عايشك يعطيك الصحة لفتة كريمة جدا ومن خلالك نحب نحيي كل تلمزة اللي قريتهم واللي الأجيال العديد تعديت على يديه ونحب من خلال هاللمسة هذي كذلك نحيي كل المربين سواء بمعهد برقيبة بن منسير أو بجميع أنحاء الجمهورية وكامل رجال التربية بالجمهورية تحية لكيفة رجال التربية رانا كيف حكينا قبل حتى على الحرب القائمة بين الوزارة والنقابات رانا احترامنا للأساذة متاعنا وللإتار تربوي لما رنا به وتعدينا به راهوا ما فوقوش احترام وبالطبع حتى حد من نجم ينكر فضل الأساذة متاعوه إذا كان وصلنا أحنا للأحنا فيه تو راهوا بعد فضل ربي سبحانه راهوا بفضل هما وبفضل مجهودهم هما مرحبا بيكش نخذوك عالطاير تربطني علاقة كبيرة بعب سلام شقير ونعرفه يعني في البرأ في الشارع مشاكس جدا كيفاش كان عب سلام شقير في قاعدة الدراسة والله كان بالحق مشاكس هو راهوا كانت عنده زميلته في القسم دائما نذكرها اسمها خولة دائما نذكرهم راهوا حرب ضروس بينتهم الزوز في إطار تنافس نازيه أما ديما كان يغلبها راه نوجه لها تحية بالمناسبة ليها والمروة وراناة وجميع الكيب اللي قريتهم في العام ذاك العام ذاك كلاسي ذاك قسمك انت داير باك لترساك فيها مشكولة مشاك في الأعلام كيفك زادة راناة مثلا في الأعلام مروة في الأعلام خولة ربي يوجهها خير البرة من أحسن تلامذة اللي قريتهم في الفترة هذيك الحمد لله ومدام يتفكرك حتى وما على فكرة لو ديما يسئلوا عليك يعرفوني نشوفك ديما ديما يسئلوني يقولوا لي شرحوين مدام فتحية يحبوك برشة لكلهم يحبوك برشة بيه مدام فتحية هنحكي وتوى على فما برشة تغيرات حاصلة في ميدان التربية بتونس بصفة عامة خاصة بعد ما يسمى ثورة 14 جنبي 2011 الناس اللي لاحظته والأولياء اللي لاحظته وبرشة ناس مختصين في علم الاجتماع ولا مركزين على نفسية الطفل والتلميذ بشكل خاص فما نقلة نوعية فما نقلة كبيرة فما تغير جذري في شخصية الطفل في علاقته بالإطار التربوي متاعه في علاقته بالإطار الإداري متاع المؤسسة التربوية اللي هو فيها في علاقته بالأستاذ خليني نقول العلاقة علاقة التلميذ بالأستاذ ما كناش نشوفوها كونفلكتويل ما كناش نشوفوها معقدة ما كناش نشوفو فما قباحة بون ديكا بيانسور رار فما حالات شاذة قليلة برشة مش ما نشوفوش معناها مثلا تلميذ يتقبح في أستاذ ولا يهز عينو في أستاذ ولا في أستاذتو ما نشوفوش تلميذ يوصل حتى يضرب أستاذتو سمعنا ديكا مش كين في مستير باتو تلمذا يضربوا في لساتم تاحهم يهدوا في لساتم تاحهم يكسروا كراها في لساتم تاحهم معنا هذي يستيديوها كوا هذي شنو يرجع في نظرك مدام صحيح راهو راهو من زمناش نعم الظاهرة هذي راهي ظاهرة تقعد ديما شاذة وحالات معينة في أماكن معينة وعندها ظروفها الخاصة اللي تتمر بها وزيد من نجموش نفسه علاقة التلميذ وعلاقة الأستاذ وعلاقة الوسطة التربوي بالتطورات والتغيرات الاجتماعية والسياسية والمعلوماتية فما برشة تأثيرات والتي تأثر على العلاقة بين الأستاذ والتلميذ ونقوله بين التلميذ والمربي بصفة عامة لكن هذا ما ينفيش اللي راهو ما كانش فما عنف وما كانش فما أعطي ديراه الحالات الكلة كانت موجودة لكن اللي كان قبله هو أننا كنا بمعنى آخر نتسطروا على هالوضعيات هذية لأنه ما كانش فما أعلام بالدرجة اللي نشوفه فيها توا ما كانش فما وسائل التواصل الاجتماعي اللي كشفت برشة خافية في الوساط التربوي وفي أوساط اجتماعية وأوساط أخرى مختلفة ولكن راهو العلاقة بين الأستاذ والتلميذ أو بين المربي والتلميذ راهي تقعد ديما علاقة ننظرولها بصورة معينة به صحيح فما حالات عنف فما اعتداءات على الإطار التربوي على المربيين على برشة وضعيات في مؤسسات مختلفة ولكن راهو ديما نقعد صورة المربي هيك الصورة ماذا بينا تقعد صورة النزيهة المثالية اللي نقتديو به في جميع الأوساط رغم هذاك راحنا فما مرصد وطني لمتابعة حالات العنف بالوسط التربوي والمرصد هذا راهو موش قاعد يتبع في الحالات برك راهو قاعد يتبع وفي نفس الوقت يلوج على وسائل لمعالجتها الوضعيات هذية وعلى الحلول الكفيلة برجاع العلاقة بين المربي والتلميذ إلى سالي في عهدها وهي علاقة الاحترام المتبادل به نحكيه شوية قبل ما نتعدل نحكي عن نتائج وعلى مش حتى النتائج المستوى بتاعت للمذا اللي نشوفه فيه تو مصطفى كونك أخصائي في علن الاجتماع به بش تفسل الظاهرة هذية ظهرة توتر العلاقة بين تلميذ والأستاذ ولينا نفهم نحب أن نوضحها لهنا الفاصل بين الدراسات الاجتماعية اللي احنا خدمناها قبل 14 جنوبي وبعد 14 جنوبي 2011 كنا نذكر الدفوعات مثلا الانتدابات العشوائية بالنسبة الأساذة ولا تعليم الابتدائي يعني صارتنا خاصة في العامل اللي نين وقع انتداب يعني عشوائي فإن العافو التشريعي العامل يعني يعني خذنا لأخذنا العمر الحالة الاجتماعية قدش كان يعني معاطع العمل اللي شكون كان في الحبس أكثر واحد لكل شيء وما خذناش الخبرات سمحني هو لكنه في الحبس شد وزراء معناها حتى الوزرات تمنح معناها بعدد سنوات المقضات في السجن يعني وصلنا في تونس نعطيه انت 19 عام حبس رئيس حكومة 17 عام مزير داخلية 15 عام مزير كذلك السجن كان كريتير متاع حكومة متاع تعيين حكومي صحيح لا أخالفك الرأي ولكن هنا بالنسبة للمدارس التدائية والمدارس الاعتادية والثانوية التكوين لم يكن ممنهج يعني بعض الانتدابات هذه تخنى في طريق مسدود يعني جماعة دخلت من غير تأهيل ولأن فما فاصل ما بين الأسادة الأقدم اللي عندهم مشروع تربوي كامل فما عنا مشكلة أخرى مشكلة النواب مشكلة يعني الأسادة النواب والمعلمين النواب الأغلبية فيهم ما فهموش السيستامة متاع التدريس في تونس ما كانوش مع العلاقة مع التلامذة التلميذ بتبيعته يعني تأثر تأثير مباشر بالأحداث السياسية يعني نشوف المجلس النواب يعني هو كانوا عركة والفوضى بينصير الفوضى اللي نشوفو فيها الاستادات نمشون نشوف الملعب يعني تلانذم بتاعنا يمشوا الاستادات يشوفوا العنف يشوفوا أغلب القضايا التلاق الأسر المفكة الحالات يعني الاجتماعية في تونس لكل الأثر العنف أنثر الفقر هذا يكون يعني نحطوه كأسباب رئيسية بنسبة لي أسباب رئيسية في تداهل علاقة بين الأستاذ وتلميذ الأستاذ ما عرفش كيفاش يأطر تلانذم بتاعه التلميذ ما عرفش يأطر روحه يدخل فيها علاقة جدلية مع الأستاذ المدير يعني خرجت من يديها لكل العركات المندوبية الترا ما تنجم ش تقييم الوضع الوزارة ما زلنا توا ما بين النقابات ما بين نقابة تعليم الثانوي والوزارة معركة حامية الوطيس شنين نتائج متاحها هذا يبرر يبرر العنف هذا يبرر العنف كيف نشوف وزيدا كيف كيف حكينا فيه البارح في تريس كاتورز جبدنا شوية على بعض الأساتذة الشنين حرب على وزير التربية المستوى متاع الكتيبة متاحه والعبارات السوقية والنبي والألفاظ اللي قاعدين يستعملوا فيها لتشويه وزير التربية هذا يزيدا كيف كيف ما نجموش نلوموا عتلا مذا كيفاش ولا علاقتهم مع الأساتذ وتربيوتهم وكل شيء وأحنا الإطار التربوي بالطبع أنا جنغالي سبا معناها هنا شو سون ديمينوغيتي هذوما أقلية معناها في تونس كيف يشوف الأساتذ متاعه خطر الفيسبوك سي بيبليك ولي باج لكل هم هبطوا الرسالة متاع كل الأساتذ اللي شوفنا هنويات البرح اللي فيها معناها ألفاظ يندل هالجبين معناها هذا متاعه وكيفاش يوصل يلجأ للعنف كيف يشوف الأساتذ متاعه اللي هو يبشر فيه ويقرر فيه كل يوم يكتب على الشكل هذيك ويكتب بالمستوى هذيك وبالألفاظ هذيك أنا نتمنى أنه رسالة إلى سيد وزير التربية أنه ما يخليش الأمور تمشي كما هيك خطر معناها كان كلام ذا أحنا وحتى إعلاميين وغيره نشوف المستوى متعلى سيد كما هيك ولا في تونس عادة على الدنيا السلام معناها ما عادش معناها حتى صورة خائبة للنقابة اللي هو ينتميلها كما هو قال هو ينتميل للنقابة رأي النقابات نحنا ننزوها على هذا الكل على هذه الممارسات الكل رأي إذا كان مش تعطي صورة رأي مش تعطي صورة مسودة عن النقابة رأي بالمستوى ذاك رأي ما جيتش إلى جانب النقابة متاعك بالعكس انتي هبطتها البساس حتى المواطن العادي لما عندوش علاقة بالحرب بين لوزارة والنقابة بش يقولك شوف النقابين كيفاش يكتبوا شوف مستوى النقابين وإحنا كما قلت نزه النقابين الكل على المستوى ذايا وكانت عنا دي بلاتو جبنا فيها نقابين عن تعليم الثانوي وغيره وتعليم العالي وشوفنا المستوى متاح راقي كيفاش يحكي رسالة اللي عندهم مشكلة شخصية مع السيد وزير التربع لا لشيء إلا لأنه على لسانهم ينتمي إلى المنظومة السابقة راي المنظومة السابقة خرجت الكفاءات راهوا لولا المنظومة السابقة وصمود الإدارة التونسية اللي هي نتاج للمنظومة السابقة تونس لماذا لا يحمد عقبه راهوا إذا كان نحن ما صار نحن كما لا صار في سوريا وفي ليبيا وفي مصر وغيره معناها سي برس كون افكار الانستيتيوشيون كي تبخيط معناها لتحضر لأستسسها الزعيم الراحل والخالد الحبيب برقيبة يلموني يقول وش بيك تقول الزعيم الخالد الحبيب برقيبة خالد لأنه بإنجازاته بأفكاره خالد صحيح ميت هو سي أمره ما زال يحير خليني نقول لأنه في الأونة الأخيرة حملة ممنهجة ضد الزعيم الراحل الحبيب برقيبة وفترة الحكم البرقيبي لكلها وتشكيك حتى في استقلال تونس من بعض الهيئات التي يقال أنها دستورية والتي تشوب رئيستها عديد الشبهات المخابراتية والعلاقات بدوائر الاستخبارات الأمريكية وغيره وغيره إلا ما زال فمشكون في الشعب التونسي عنده فيها شوية ثقة ويسمحها باقي ويسمع الجلسات هذه ولا عندها بجي مصطفى 18 مليار في العام خليني نعود نقولها راهوا كيف نسمعه 600 مليون كلفة أكل تذاكر هيئة الحقيقة والكرامة 600 مليون فاش يأكله قداش فيها من موظف وعطانا حقائق صادنا عن هيئة الحقيقة والكرامة وعن رأيستها راهوا 600 مليون سيئ نورم وحسب بعد لسانه هو كيف نعود نذكر قال احنا اقل عضو اقل موظف في هيئة الحقيقة والكرامة ينخلو 960 دينار معناها اني 600 مليون بونويت ماكلة من فلوس الشعب انت تدعي انك تدافع على الشعب وتدافع على الناس قمع تيهاو قمع جديد تيهاو النهب وإهدار مال العام الشي محكناش على السيارات الفاخرة مصطفى بينسور ومحكناش على الشي الاخر اللي نسمع فيه كل يوم على هيئة الحقيقة والكرامة به ما نخرجوش على الموضوع نرجع مدام بن حسن نعود راح بيك مرة أخرى في البلاتو حبيت نتفكر معاك شوية سنة البكالوريا خلينا نحكي على شعبة الأداب اللي هي الشعبة متاعي أو صحيح يمكن بعض المستمعين يارفوا ليني دونتيست أمراني لتالير دو فورماسيون باك لاتر به شعبة الأداب برشا يقولوا وشوفنا إشعاعات عمناول خرجت من وزارة التربية يقولوا أنه فما نية لإلغاء شعبة الأداب تقال في الكلام هذي في وقت ما وكذبه وزير التربية قالوا شكون من وزارة التربية في وقت سيناجي جلول به وكيف كيف فما حاجة أخرى راهوا ديما تلمث الأداب يحسوا وأنه الشعبة متاحهم يعني ما نبشي نقول مستهد فهمي محقورة نوعا ما وهذا يراه أكبر غلطة أنه أنه نعتبروا شعبة الأداب راهوا مجتمع بلا بلا أداب راهوا مجتمع ما نجموش ننصفه به شفنا وقتها في نتائج البكالوريا وقتها خرجت النتائج والوزارة هبطت للاستاتيستيك متاحها ما نعرش عمناول ولا العام اللي قبله مستنس ديما شعبة الأداب هي المولة في النتائج بهذا ما تعاوضين بيها عنا سنوات كيف نشوفوا النتائج هيبتها على الموقع motivated терabia ديما wielاذي due وصفحة رسمية متاح وزارة التربية وقتها جاء تتهبط في الإستاتيستيك متاع النجاح مثلا شعبة الأدب أربعين بالمئة، شعبة العلوم سبعين بالمئة، شعبة الرياضة ثمانين بالمئة، وقتها تهبط بالشعبة بالشعبة، وإحنا وقتها مش متعودين على حاجة كما هيكة، معناها تليم ذلكل كل على عصابهم وتليم ذلكل يحبوا يعرفوا، ولسيدة تحب تعرف زدك كيف كيف، وقتها شعبة الأدب هبطت بعد ساعتي، قال لك عليش إحنا لتو يحسبوا معناه في استاتيستيك متاع الشعبة متاعنا، ومقترح آخر مدام فاتحية اقترحوه برشة ناس، قال لك حتى باش نحسنوا من الم المستوى متاع الشعب وباش نعملوا موازنة بين الشعب آآ معناها وحتى على المستوى تليم ذا، علش ما نعملوش آآ هي مقترحة لوزارة التربية، علش ما نعملوش مثلاً ما يتعدى شعبة أدب إلا ما يكون معدله في البرميراني أثناش مثلاً آآ أثناش معدل هكيك فماش إمكانية أنه المستوى متاع تليم ذا الأدب يتحسن به شوف بالنسبة للترتيب اللي قلت عليه بالنسبة لوزارة التربية راهو راهو ما هوش ترتيب مقصود أنها تكون شعبة الأدب بالاخرينية في تسجيل الأسماء أو قائمة الشعب متنجم تكون عفوية ما فيها حاد تبعت إلغاء شعب الأدب راهو لي سبيل إليه لأننا أحنا أولاً شعبة الأدب علش تقوم تقوم على اللغات وأساساً لغة العربية واحنا دولة عربية ولغتنا لغة العربية ما فماش أي مجال بش يقع إلغاء شعبة الأدب هذي مفروض منه حاجة ثانية بالنسبة لشعبة الأدب وتدني النتائج في الشعبة هذي وعوزوف أغلب تليم ذا على الشعبة هذي وحتى الأوليارة ومش كانت تليم ذا راهي شعبة الأدب قائمة أساساً على المطالعة اللي هي معاش موجودة بالنسبة للمجتمع متاعنا وبالنسبة لتليم ذا متاعنا التلميذ في عوز بش يشد كتاب يقرأ راهو يشد الفيسبوك ويشد البرتابل ويقعد الألعاب على الحاسوب وغيرها من الإغراءات الأخرى اللي مش لازم نحكي بو عليها في المجال هذا هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية بالنسبة لشعبة الأدب راهو إذا كان التلميذ ما هوش هو مغروم وموتيفي باللغة وبش يمشي للشعبة هذي ويمشي لها بالسيف من عليه ولا مكرور من خشمه راهو ما ينجمش يقدم فيها بكل رغم اللي يبذلوه الأساذة من مجهودات ورغم تحفيزات فزاوة بالعدد سواء بالمطالعة وغيرها راهو فم عوزوف كبير على المطالعة وهذي هو اللي يخلى النتائج تدنى بالنسبة لشعبة الأدب الحاجة الثانية أو الثالثة في المستوى هذا راهو شعبة الأدب حتى احنا في عائلتنا التونسية مذا بينا تلمزتنا ميمشيوش لشعبة الأدب وانا صارتلي وضعية مع تلميذ في السنوات القديمة اللي كنت تقري فيها عندي تلميذ اسمه زيات منيش بش نذكر لقاب متاعه رغم اللي ما زلتنا تذكره أنا لقاب متاعه عنده خمستاش سبعة واربعين معدل سنوي تلميذ هذي حب يمشي لشعبة لشعبة من الشعب جاني الولي متاعه جاني أمه بربي قتلي قرق بيه باش ما يمشيش للشعبة هذي ما ما نقول لك شعبة أدب أو ما هاش أدب المهم انه راهو لام جاني قتلي بربي راهو يحبك ويسمع كلامي قرق بيه باش ما يمشيش للشعبة هذي قلت له يا مادامرا وهو مغروم عليش نحرموه خليه يمشي ولعله يتقلق في الشعب هذي وفعلا نمشي للشعبة هذي وتقلق في الشعب هذي وبعد في التعليم الجامعي متاعه كما عملت انتي مالأداي بمشي التلميذ سين هو كيف كيف مشي الشعبة بعيدة كل البعد على الشعبة اللي يمشي لها في التعليم الثانوي ونجح فيها ونجح فيها دونك الاختيار يقعد يمره واختيار بالنسبة للتلميذ به اذا كان احنا باش نعملو حسب المقترح متاعك نحطوا كريتير لتلمذة اللي باش يمشيوا للآداب راح نباش نلقاوا برشة تلمذة ضايعين ما عادش يلقاوا وين يمشيوا دايير احنا قبل لكونا نقولوا تياخي كي كنا نقري ونكونا نتغش ونقولوا يا اخي شعبة الأداب رديتوها سلة مهملات متاع اللي يسي التلميذ اللي ما عنده وين يمشي تحطوه في الأداب ولا تحطوه في الاقتصاد والتصرف هذي هو اللي كان وداير مزال هذا هو الدرجة علاش لانم الشعب الاخرى عندهم مقاييس في توجيه التلمذة بالنسبة للشعبة متاع الأداب راهوا المقاييس متاحا دي ما تقعد مهيش لقاء ناقصة شوية يلزم نزيدوا ندعموا فيها بيه كيفاش نزيدوا ندعموا فيها بيه كيفاش ندعموا فيها نخليوا يمشيوا الناس الموتيفية الناس اللي هوم يحبوا الأداب علاش نفرض على الناس بش تمشي للأداب وهي مهيش موتيفية وهي متحبش المطالع وهي ما عندهاش آفاق مستقبلية في الشعب هذيك علاش ما نخليش التلميذ هو اللي يختار هو اللي يقرق بش يمشي لشعبة الأداب علاش نقوله بسيف برا مشي لها بيه ورسالة للأولياء كيف كيف لانه انا بدي نتفكر معناها روحي تعديت بالكلم هذي بشكل كبير برشا ولا حبوني في الأداب هما لساذة متاعي ويمكن الدور اللي عندي في الكتيبة في العربية وفي الفرنسية وفي الانجلي خليني نشط صحيح ونمشي أداب هي رسالة للأولياء خليوا خليوا أولادكم يمشي وين يلقاوا راحتهم إذا كانوا هو مغروم ويطالع وكل راهو ينجم يكون ممتاز في الأداب مدام فتحية هي في شعبة الأداب حاجة لاحظناها قبل يأما تلقى الفوق يأما تلقى اللوطة معناها المستوى متاع تليم ذا يتلقاه في العشرة وانتهابت المعدل يتلقى أربعتاش وخمستاش وستاش ما فمش في الوسط معناها يتلقاه بالحق مغروم كما كنا نحكيه يتلقاه كما قلت انتي أبليجي بش يحطه الليسي بش يحطه في شعبة الأداب ولا اقتصاد وتصرف وهذا اسمعناه الكليم برشا على شعبتين هذوما يقول لك ديما معناها البوبيل متاع الليسي لا 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 و مش شعبة القر مرحبا بك باش تقعد معانا في الحصة الثانية باش يكون ضيفنا الأديب والشاعر الروائي الكبير حميد المختار من العراق جانب الذمع باش نحكيه على الانتاجات الاخرة متاعه باش نحكيه على روايات الاخرة والدواوين الاخرة متاعه نخرج بفاصل غنائي مع وردة الغناء العربي وردة الجزائرية ثم نعود اشتركوا في القناة